ونواصل مشاهدين الكرام ولكن نتحول للملف البريطاني وتمر اليوم ذكرى مرور عام على انفصال بريطانيا بشكل رسمي عن الاتحاد الأوروبي بعدما يقارب نصف قرن من انضمامها إلى هذا التكاتل الإقليمية في مثل هذا اليوم قبل عام شهدت لندن احتفالات عارمة نظمها البريطانيون المؤيدون للانفصال عن التكاتل الأوروبي بعد مفاوضات شاقة خضها المسؤولون البريطانيون مع نظرائهم في بروكسال منذ تصويت على الانفصال في عام 2016 حتى التواصل إلى الاتفاق نهائي في أكتوبر عام 2019 والخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي في يوم 31 من يناير 2020 ووعد جونسون رئيس وزراء بريطانيا بكثير من التغييرات في مجالات عديدة وبتوخي القرارات اللازمة والإجراءات المناسبة في مجال الصيد والتجارة والهجرة وغيرها وأكد جونسون على أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يتماشى مع أحلام البريطانيين الذين عبروا عن ذلك وكان لابد من الانفصال واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن المستقبل بريطانيا سيكون أفضل بعد بريكزيت وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من لندن دكتور أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي وأيضا عبر سكايب من لندن أستاذ كايد عمر المحلل السياسي أرحب بكم معي دكتور أحمد أبدأ معك هل بالفعل مستقبل لندن اقتصاديا أفضل بعد بريكزيت برأيك نعم بالتأكيد وبكل ثقة يمكن تأكيد ذلك خاصة أن الواقع بدأ بوضوح يشير إلى أن مستقبل بريطانيا الاقتصادي بالأخص الاقتصادي سوف يكون أفضل بكثير عما كان عليه على مر العقود الماضية من خلال أضوي بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حاليا يمكن التأكيد بأن بريطانيا تمكنت من توقيع 63 اتفاقية للتجارة الحرة مع باقي التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى ومثل هذه التكتلات واقعيا واقتصاديا يمكن لبريطانيا أن تعود السوق الأوروبي المشتركة من خلالها خاصة وأن بريطانيا مقبلة عما قريب جدا لكي تدخل في أكبر تكتل اقتصادي في العالم بقيمة تزييد عن 9 تريليون دولار هو التكتل تي بي بي الذي خرجت منه الولايات المتحدة الأمريكية في بداية عهد ترامب ولكن جو بايدن سوف يعيد عضوية الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التكتل المهم الذي يضم كبرى اقتصادات العالم لذلك يمكن القول واقعيا بأن بريطانيا سوف يكون لها اتفاقية للتجارة الحرة بشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي ما زالت المفاوضات مستمرة للتوصل لمثل هذه الاتفاقية كذلك أيضا هذا من الجانب الاقتصادي كذلك أيضا تمكنت بريطانيا من استعادة سيادتها بالكامل من الاتحاد الأوروبي وابتعدت كليا عن القوانين الأوروبية التي كانت مشعفة بحق بريطانيا والتي تدخلت بكل صغيرة وكبيرة في حياة البريطانيين على مر العقود الماضية هناك تخوف واقعي وجاد من قبل الاتحاد الأوروبي بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقاومات الواقعية والواضحة بأن بريطانيا سوف تحقق قفزة اقتصادية نوعية بعد خروجها مثل هذه التوقعات دكتور لو تباحي سأعود فيما يتعلق بالقفزات الاقتصادية في المرحلة القادمة وتحديدا لاتفاقات إذا كانت على المستوى التكتلات أو حتى الثنائية ولكن سياسيا دكتور كايد يعني البريكزت أطاح بأكثر من رئيس وزراء خلال المرحلة القادمة فيها داخل البريطانيين نظرا لتعقيد مسألة الخروج في ذلك الوقت سياسيا هل البريكزت والخروج بهذا الشكل؟ كان ملائم للمشهد السياسي البريطاني يعني بالتأكيد موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أشغل الشارع البريطاني بكافة قطاعاته وكافة أعماره وطبعا على المستوى السياسي كان هناك تغييرات كثيرة في قيادات حزب المحافظين وقيادات حزب العمال وطبعا لقد رأينا ثلاثة رؤساء للوزراء يعني في فترة ما بين التصويت على الاستفتاء وتطبيق يعني اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي كان هناك يعني رئيس الوزراء ديفيد كامرون وتيريزا مي والآن بوريس جونسون وطبعا يعني هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة البريطانية أو الحكومات البريطانية على الثلاثة مراحل كانت هي قرارات مصيرية وقرارات صعبة وكان عليها جدل كبير وواسع داخل الشارع البريطاني وأودت وأدت إلى تغييرات سياسية كبيرة في الحكومات والأحزاب البريطانية وطبعا سيستمر ذلك كون أن موضوع خروج بريطانيا لم ينتهي والحسابات ما زالت موجودة وهناك تهديد من اسكتلندا بالانفصال عن المملكة المتحدة وهناك أيضا وضع ايرلندا الشمالية الذي هو اقتصاديا بقي داخل الاتحاد الأوروبي والآن حتى في مسألة توزيع اللقاحات فيروس الكورونا كان هناك خلافات كبيرة بين الاتحاد الأوروبي وبين الحكومة البريطانية على كيفية توزيع اللقاح في ايرلندا الشمالية ولكن سياسية دكتور كيف نفهم هل الأفضل أن تكون دولة طبعا بالقوة الراصخة لبريطانيا بمفردها أم تكون جزء من كيان أو تكتل كالكيان الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي هو أفضل بشكل عالمي ومن خلال العلاقات العالمية والوقوف بشكل أو بآخر سياسيا ما هو أفضل؟ يعني في بداية تشكيل الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية كان هناك تذكير بأن القوة الأوروبية الموحدة ستكون هي قوة متكافئة وعالمية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع روسيا ومع الصين والدول العظمى وبأنهم عسكريا سوف يكونون قوة كبيرة يعني تهزم أي جيش كبير لدولة عظمى ولكن نحن لا نعيش حالة حرب مع الدول الأخرى وهناك حالة من السلم وطبعا العلاقات الدولية تغيرت واختلفت والآن بريطانيا تفكر بالماضي وكيف كانت هي دولة عظمى لا تغيب عنها الشمس الإمبراطورية البريطانية وكيف هي تراجعت وأصبحت دولة صغيرة وجزيرة موجودة في المحيط الأطلسي وهي تريد أن تستعيد قوتها العسكرية وقوتها السياسية ونفوذها على دول العالم وهي أيضا الآن قد تستطيع إلى أن يكون لها موقف هام وموقف كوي وغير مرتبط بمواقف الاتحاد الأوروبي المختلفة يعني بريطانيا الآن تسأل عن آرائها وعن مواقفها كونها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وهي من مؤسسين الأمم المتحدة يعني بريطانيا وهي دولة لا يمكن أن يتم تجاهولها من قبل دول العالم دكتور أحمد يسين أتحول إليك بهذا السؤال يعني هل بالفاعل بدأت بريطانيا في الدخول في شركات أو كبدائل على المستوى الثنائي وحتى الاتفاقيات مع التكتلات الكبرى هل هؤلاء أو هذه بدائل مناسبة في هذا التوقيت برأيك؟ نعم بالتأكيد هي جدا مناسبة خاصة تكتل تي بي بي الذي يضم اليابان وأستراليا وفرنام وكذلك أيضا كندا يعني يضم كبرى اقتصادات العالم الولايات المتحدة الأمريكية من المؤكد جدا أنها سوف تعيد عضويتها في هذا التكتل الاقتصادي ليصبح هذا التكتل الأكبر عالميا يعني هنا أذكر فقط بالخطأ الفادح الذي ارتكبه دونالد ترامب عندما أقدم على إخراجه للإمتحدة الأمريكية من هذا التكتل يعني هذا التكتل بشكل خاص وبشكل محدد يعني تم إطلاقه وتم إنشاؤه لمواجهة النهضة التنموية الاقتصادية المتنامية للصين ولكن بسبب قصر نظر ترامب أقدم على إخراج الإمتحدة الأمريكية من هذا التكتل الدخول في هذا التكتل أو غيره دكتور هل يعني يشجع أو يحفظ سكوتلاندا على التراجع عن قرار الانسحاب لأنه بالأمس حينما كنا نتحدث أو في الأيام الخيرة حينما كنا نتحدث عن الوضع الاقتصادي وربما شركاء القدود لبريطانيا في العالم ربما يرجع سكوتلاندا عن قرارها هل هذا كافي؟ بالنسبة لإمكانية إعادة استفتاء خروج سكوتلاندا من المملكة المتحدة مثل هذا السيناريو هو مستبعد جدا لأن الاستفتاء الذي أجري في عام 2014 وافقت الحكومة البريطانية عليه تحت شرط أساسي وهو أن لا يتم المطالبة باستفتاء آخر لجيل كامل هذا يعني بأن إمكانية تقديم أو الموافقة على مثل هذا الاستفتاء أصبحت بعيدة المنال خاصة وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تم من خلال اتفاق وهذا الاتفاق سوف ينعكس خيرا وإيجابا على أسكوتلاندا يعني إسكوتلاندا المنفصلة عن المملكة المتحدة سوف تكون بلد مفلس وهناك تقارير اقتصادية عديدة تشير إلى أن الشركات الإسكوتلاندية في حال أقدم الإسكوتلانديون على أخراج إسكوتلاندا من المملكة المتحدة سوف تخسر من قيمتها الزوقية بنسب مرعبة كذلك أيضا المستوى الثقة في الإتمان الإسكوتلاندي سوف يتراجع إلى مستويات خطيرة جدا لأن بريطانيا هي واقعية إنجلترا يعني إنجلترا تستحوذ على القصة الأكبر من حجم الاقتصاد البريطاني إسكوتلاندا جغرافيا هي بلد قد يكون جاسع مقارنة مع إنجلترا ولكن عدد السكان ليتجاوز خمسة ملايين نسمة وليس هناك من موارد يمكن الاعتماد عليها كان في الماضي النفط ولكن هذا النفط حاليا يعني أصبح يكلف الحكومة الإسكوتلاندية أكثر مما هو يعطي أموال للخزينة الإسكوتلاندية شكرا جزيلا دكتور أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي كان معنا عبر سكايب من لندن شكرا موصول للضيفية الكريم من لندن أيضا دكتور أوستاذ كايد عمر المحلل السياسي شكرا لكم